بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين قال الإمام النووي رحمه الله الحديث الثلاثون عن أبي ثعلبة الخشني جرثم بناشر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة لكم من غير نسيان فلا تبحثوا عنها حديث حسن رواه الدار قطني وغيره بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فذكر رحمه الله هذا الحديث وهو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها فرض فرائض يعني أوجب واجبات فلا تضيعوها وأعظم واجب افترضه الله تعالى على عباده هو توحيد الله تعالى فإن الله عز وجل فرض على عباده وأوجب عليهم عبادته فقال عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال تعالى فاعبد الله مخلصا له الدين ثم يلي ذلك الواجبات الشرعية وأعظمها الصلوات الخمس فإنها من أعظم الواجبات والفرائض إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وتضيعها إما بتركها كلية وعياذ بالله أو التساهل فيها بحيث أنه يخرجها عن وقتها أو يخل بشيء من شروطها وأركانها ونحو ذلك والواجب في هذه الفرائض ولسيم الصلوات أن يأتي بها كاملة بشروطها وأركانها وواجباتها ومكملاتها إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها حدود الله عز وجل تطلق على الواجبات فيقال لا تعتدوها وتطلق على المحرمات فيقال لا تقربوها وتطلق حدود الله تعالى على العقوبات المقدرة الشرعا في معصية فحدود الله تطلق في نصوص الكتاب والسنة على هذه المعاني الثلاثة أولا تطلق حدود الله على الواجبات فيقال تلك حدود الله فلا تعتدوها وتطلق حدود الله على المحرمات فيقال تلك حدود الله فلا تقربوها وتطلق حدود الله على العقوبات المقدرة الشرعا في معصية كحد الزنا والسرقة وقطع الطريق وغير ذلك إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها أي أن ما سكت الله تعالى عنه فالواجب السكوت عنه وعلا يسأل الإنسان عنه ولسيما في وقت التشريع ولهذا قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم عفى الله عنها والله غفور حليم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أعظم الناس جرما يوم القيامة من سأل عن شيء فحرم من أجل مسألته فما سكت الشارع عنه فإن الواجب أن لا تبحث فاسكت ولهذا قال وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها فهنا ثلاثة أمور واجئ فرائض يجب فعلها محرمات يجب تشنابها أمور سكت الشارع عنها فالواجب عدم البحث فيها والسكوت عنها الحديث الحادي والثلاثون عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس فقال ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس طيب هذا الحديث سهل رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل دلني أي أرشدني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس وهذه هي غاية كل إنسان أن يكون محبوبا عند الله وأن يكون محبوبا عند عباد الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما في أين الناس يحبك الناس قولوا ازهد في الدنيا ما هو الزهد الزهد في الدنيا هو ترك ما لا ينفع في الآخرة الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة وأما الورع فهو ترك ما يضر في الآخرة وعلى هذا فالزاهد أكمل حالا من الورع الزهد أكمل حالا من الورع لأن الورع يأتي المباحات وحتى ولو كانت لا تنفع في الآخرة لكنها لا تضره أما الزاهد فالزاهد هو الذي يدع كل ما ليس فيه منفع في الآخرة إذن الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة فكل ما لا ينفع في الآخرة يتركه وأما الورع فهو الذي يترك ما يضر في الآخرة فعلى هذا يفعل المباحات التي لا تنفع ولا تضر وبناء عليه نقول إن الزهد أكمل حالا من الورع فإذا قيل إن هذا فلان زاهد ورع كلمة زاهد تغني عن كلمة ورع بل كلمة زاهد أبلغ من كلمة ورع قال وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس أي لا تسأل الناس شيئا في أيديهم لأن الناس وإن أعطوك مرة فقد يمنعونك مرة أخرى وقد تصحب عطيتهم أيضا منه فيمنون عليك والواجب على الإنسان أن يرفع المذلة والملامة والمهالة عن نفسه فلا يسأل الناس شيئا ولهذا كان مما بايع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ألا يسأل الناس شيئا كما في حديث جليل بن عبد الله البجري فكان أحدهم أحد الصحابة يسقط صوته وهو على ظهر فرسه أو دبته فينزل ويأخذه ولا يقول لأخيه ناويني إياه كل هذا من تحقيق وصية النبي صلى الله عليه وسلم إذن هذا الحديث فيه إرشاد من النبي عليه الصلاة والسلام إلى الزهد في الدنيا وما معنى الزهد في الدنيا الزهد في الدنيا هو أن لا يركن إليها وأن لا يتبعها نفسه وأن لا يأخذ من الدنيا إلا ما ينفعه عند الله عز وجل لأن هذه الدنيا وزخرفها وزينتها إما أن تزول عنها وإما أن تزول عنك فما لك الذي جمعته وتعبت فيه إما أن تزول عنه بالموت وإما أن يزول عنك باحتراق أو سلقة أو تلف أو غير ذلك فالزهد في الدنيا ليس معنى أن لا تنتفع بشيء من المال أو نحو ذلك لا الزهد في الدنيا هو أن لا تجعل قلبك متعلقا بالدنيا بعض الناس قد لا يكون المال في يده ولكن قلبه متعلق بالمال فإجعل قلبك يتعلق بالآخرة واستعن بما في الدنيا من الأموال وغيرها على سيرك إلى الله عز وجل في الدار الآخرة فلا تأخذ من المال ومن الدنيا ومن زخرفها وملذاتها إلا ما ينفعك عند الله عز وجل هذا معنى الزهد في الدنيا ولا ينافي هذا أيها الإخوة أن يلبس الإنسان اللباس الجميل وأن يظهر بالمظهر الجميل وأن يأكل أكلا طيبا وأن يركب مركبا طيبا فنبينا وإمامنا محمد صلى الله عليه وسلم كان أزهد الناس ومع ذلك كان عليه الصلاة والسلام يتجمل للعيد والوفد والجمعة ويقول إن الله جميل يحب الجمال ويقول إن الله تعالى يحب إذا أنعم على عبده نعمة أن يرى أثر نعمته عليه فليس معنى الزهد أن تجمع الملايين ثم تلبس ثيابا الفقر والمساكين ونحو ذلك لا هذا في الواقع شح وبخل وليس من الزهد في شيء قال رحمه الله الحديث الثاني والثلاثون عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار هذا الحديث يعتبر قاعدة من أصول قواعد الشريعة وقوله لا ضرر ولا ضرار هل هاتان الكريمتان بمعنى واحد وأن الثانية توكيد للأولى أو أنهما يختلفان الجواب أنهما يختلفان وذلك لأن الأصل في العطف المغايرة والأصل في الكلام التأسيس للتوكيد فمعنى لا ضرر أي أن الضرر ممنوع ابتداء والضرار ممنوع على سبيل المقابلة فهذا معنى لا ضرر ولا ضرار لا ضرر أي لا يجوز الإنسان أن يلحق الضرر بغيره ابتداء ولو فرض أنه ألحق بك الضرر من غير قصد فلا يجوز لك أن تقابل ضرره بضرر آخر هذا من المعاني التي قيلت وقيل إن قوله لا ضرر الضرر هو إلحاق ما فيه الضرر بالغير من غير قصد والضرار مقابلته بذلك والمعنى يعني متقالبان وعلى هذا فيقول معنى الحديث لا ضرر ولا ضرار أن الضرر ممنوع ابتداء ومقابلة الضرر أيضا ممنوع فإذا أحد أضر بك لا تقول أنا أضر به كما أضر بي فهذا الحديث فيه النهي عن الضرر والنهي عن الضرار والضرر والضرار له فروع كثيرة في الفقه فمن ذلك فيما يتعلق بالزوجة أن يحلف الإنسان على ترك وطء زوجته بأن يقول الله لا أطأك أبدا هذا يسمى بالإيلاء وهو حلف الزوج على ترك وطء زوجته هذا أيضا حرام سواء حلف أم لم يحلف لما فيه من المضارة بالزوجة كذلك أيضا إرجاع الزوجة إذا طلق الإنسان زوجته طلقه فله أن يرجعها ما دامت في العدة ولهذا قال الله عز وجل وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا لكن هذا رجل يريد أن يضر بزوجته طلقها طلقة واحدة فلما مكثت نحوا من ثلاثة أشهر حاضت الحيضة الأولى والثانية لما أرادت أن تطهر من الحيضة الثالثة راجعها قال راجعتك ثم لما راجعها قال طلقتك ثم مكثت ثلاثة أشهر كم الآن؟ ثلاثة وثلاثة؟ ستة لما شارفت على انقضاء العدة قال راجعتك ثم لما راجعها قال طلقتك فأضر بها تسعة أشهر نقول هذا قصد به الضرر فمثل هذا لا يمكنه الحاكم من الطلاق لأنه لم يقصد بالطلاق مجرد المفارقة وإنما قصد به الإضرار بالزوجة كذلك أيضا من صور الإضرار أن يوصي الإنسان بجميع ماله ليضر بالورثة أو أن يتبرع بجميع ماله ليحرم الورثة كل هذا من الضرر والضرار المنهي عنه شرعا كذلك أيضا فيما يتعلق بحقوق الجار كما لو كان لإنسان جار وكان هذا الجار يضر به بإسماعه أصواتا في الليل أو بدق أو هز أو حفر أو نحو ذلك مما يكون فيه أصوات مزعجة أو روائح كريها كما لو أراد الإضرار مثلا بجاره خرج من البيت فجعل بيته الذي كان يسكنه جعله مدبغة يدبغ فيها الجلود فتظهر الروائح الكريهة فهذا أيضا مما لا يجوز شرعا إذن الضرر منهي عنه شرعا ومقابلته أيضا وهي الإضرار منهية عنه شرعا قال رحمه الله الحديث الثالث والثلاثون عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لدعى رجال أموال قوم ودماءهم لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر نعم يقول النبي عليه الصلاة والسلام لو يعطى الناس بدعواهم لدعى رجال دماء قوم وأموالهم ولكن البينة على المدعي لو يعطى الناس بدعواهم يعني لو كان كل إنسان يدعى شيئا أعطي إياه لدعى أناس دماء قوم وأموالهم فلو كان كل إنسان يدعي يعطى بأن يقول هذا لي فيعطى وهذا يقول هذا لي فيعطى ويقول هذا قتل أبي فيقتل لدعى أناس لدماء قوم وأموالهم دماء قوم بأن قال هذا قاتل أخي فاقتلوه هذا قاتل أبي فاقتلوه هذا من أخذ مالي فيأخذونه منه نقول هذا لا يقبل ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لو يعطى الناس بدعواهم لدعى رجال دماء قوم وأموالهم بأن يقول هذا البيت لي هذا العقر لي ولكن البينة على المدعي البينة على المدعي واليمين على من أنكع فكل مدعي لا بد أن يحضر البينة والمدعي عليه عليه اليمين لكن من المدعي ومن المدعي عليه المدعي من إذا سكت ترك والمدعي عليه من إذا سكت لم يترك هذا هو الفرق بين المدعي والمدعي عليه المدعي من إذا سكت ترك فمثلا قلت لك هذه الساعة التي في يدك لي لو سكتت أنا عن الدعوة أترك لكن أنت لو سكتت عن الدعوة وأنت مدعي عليك لا تترك هذا هو الفرق بين المدعي والمدع عليه إذن المدعي من إذا سكت ترك والمدع عليه من إذا سكت لم يترك فيجب على المدعي أن يحضر البينات والبينات أيها الأخوة تختلف بحسب المحكوم عليه وذلك أن البينات الشرعية تنقسم إلى أقسام القسم الأول ما يشترط فيه أربعة رجال عدول ما يشترط فيه أربعة رجال عدول وهو الزنا واللواط والإقرار بهما فلا بد في دعوة الزنا واللواط من شهادة أربعة رجال فلو ادعى شخص على آخر أنه زنى فلا بد أن يحضر المدعي أربعة رجال عدول يشهدون فإن فعل أقيم عليه الحد وإن لم يفعل جلد هذا المدعي حد القذف إذن ما يشترط فيه أربعة رجال عدول وهو الزنا واللواط والإقرار بهما ثانياً من الشهادات ما يشترط فيه ثلاثة رجال وهو من ادعى فقراً وقد عُرِث بغنى من ادعى الفقر وقد عُرِث بغنى يعني رجل معروف عند الناس أنه من كبار التجار في البلد فجاءنا يوماً من الأيام يدعي أنه افتقر وانكسر ولم يعد عنده مال لابد لقبول قوله من ثلاثة رجال ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث قبيصة ورجل أصابته فاقه حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه لقد أصابت فلاناً فاقه لماذا؟ نقول لأنه يدعي استحقاق المال والمال وما يقصد به المال يكتفى فيه بشهادة رجلين وهذه الدعوة منه تستلزم استحقاقاً يستوجب حرماناً فهو الآن يدعي أنه مستحق للمال المال وما يقصد به المال لابد فيه من شهادة عدلين أيضاً دعواه هذه تستلزم حرماناً حرمان من حرمان أهل الزكاة لأننا سنحرمهم ونعطيه فاحتاج إلى زيادة واحد ثالثاً ما يشترط فيه شهادة رجلين عدلين ما يشترط فيه شهادة رجلين عدلين وهو البقية الحدود والقصاص القصاص وبقية الحدود فالحد السرقة وحد القذف ونحوه لا بد فيه من شهادة عدلين شهادة رجلين ولا تقبل شهادة النساء في الحدود إطلاقاً رابعاً ما تشترط فيه ما يشترط به رجلان أو رجل وامرأتان أو رجل ويمين المدعي وهو المال وما يقصد به المال الدعاوة المالية لا بد في قبول البين فيها من شهادة رجلين أو رجل وامرأتين أو رجل ويمين المدعي قال الله عز وجل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء خامساً من الشهادة ما تقبل فيه شهادة امرأة واحدة ما تقبل فيه شهادة امرأة واحدة وهو كل ما لا يطلع عليه إلا النساء غالباً فالأمور التي لا يطلع عليها إلا النساء تقبل فيها شهادة امرأة واحدة مثل البكارة والثيب يعني هل هذه المرأة بكر أو ثيب الرضاع الاستهلال يعني لو شهدت امرأة أن هذه المرأة أسقطت جنيناً وعاش لحظات ثم مات فيقبل قولها كذلك الرضاعة لو شهدت امرأة أنها أرضعت فلاناً وفلاناً فيقبل قولها ما لم تكن متهمة ما لم تكن هناك تهمة يعني لو أرادت امرأة مثلاً أن تفسد النكاح بين رجل وامرأة فقالت قد أرضعتكما وهي كاذبة وإنما تريد إفساد النكاح أو لشيء في نفسها فحينئذ لا تقبل دعواها لكن إذا كانت المرأة عدلة صادقة فإن دعواها تكون مقبولة أيضاً مما سادساً ما يقبل فيه قول واحد قول طبيب واحد ما يقبل فيه قول واحد وهو قول طبيب إذا ادعى وجود داء أو مرض يبيح ترك واجب من الواجبات والصحيح أنه يقبل ولو كان كافراً فمثلاً لو أن طبيباً قال لك لا تصم لا تصم لأن الصيام يضرك فلا تصم ولا يشترط في الطبيب الذي يقول لك ذلك أن يكون مسلم لا يشترط حتى ولو كان كافراً لأن الأصل في الطب لسيما علم الطب الأصل فيه الثقة بالأطباء حتى ولو كانوا كفاراً لأن الطبيب وإن كان كافراً تجد أنه يحرص على مكانته وصمعته لأنه لو اكتشف أنه خاء أو نحو ذلك سقط من عين الناس فتجد أن الأطباء عندهم في الغالب الأعام عندهم أمانة لأنهم يخشون ويخافون على مكانتهم وسمعتهم عند الناس فعلى هذا متى علمنا أن الطبيب ثقة فإن قوله مقبول ولو كان كافراً هذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام لو يعطى الناس بدعواهم ولكن البينة على المدعي فالمدعي يطالب بالبيناة فلو قال إنسان مثلاً هذا العقار لي نقول أنت مدعي فأحضر بيناة ما هي البيناة؟ رجلان أو رجل وامرأتان أو رجل ويمين المدعي فإن لم يحضر بيناة بأن قال أنا ليس عندي بيناة نقول لا شيء لك لا شيء لك في هذه الحال لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول البينة على المدعي واليمين على من أنكر فإذا أحضر البيناة عمل بها لم يحضر البيناة حين إذن يحلث المنكر ويخل سبيله نعم قال رحمه الله الحديث الرابع والثلاثون عن أبي سعيد الخدير رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان نعم هذا الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكراً رأى هنا يصح أن تفسر بأنها بأن الرؤية فيها رؤية بصرية يعني رأى ببصره ويصح أن تكون الرؤية علمية أي علم لأجل أن يكون المعنى من رأى يعني حقيقةً أو حكماً من رأى منكم يعني معشر أمة محمد صلى الله عليه وسلم منكراً والمنكر كل ما أنكره الشرع ولم يقره فكل أمر أنكره الشرع ولم يقره فإنه منكر قال فليغيره بيده يغير هذا المنكر بيده والتغير باليد إنما يكون لمن له سلطة كالإنسان في بيته وكرجال الحسبة الذين ولاهم ولي الأمر المولون من قبل ولي الأمر هؤلاء هم الذين يغيرون بأيديهم أما أفراد الناس فلا يغيروا بيده فلو كنت مثلاً تسير في طريق ورأيت منكراً فإنك لا تغير باليد وإنما تغير باللسان أو بالقلب لأنه لو فتح الأمر وقيل للناس كل يغيروا بيده لأصبح الأمر فوضى ولأن الإنسان قد يعتبر ما ليس بمنكر منكراً فيغيره بيده وحينئذ يحصل النزاع إذن من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع إما لضعفه وإما لخوفه وإما لعدم سلطته فليغيره بلسانه وذلك بأن ينكر على هذا الفاعل ويقول اتق الله هذا محرم فإن لم يستطع فبقلبه أن ينكر بقلبه ومعنى الإنكار بالقلب أن لا يرضى بهذا المنكر وأن لا يقره وأن يتمنى زواله وأن لا يجالس أهله أيضاً لقول الله عز وجل وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم وقال عز وجل وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره فلا يجوز الإنسان أن يجالس أهل المنكر فمثلاً أناس وعيضوا بالله يجلسون على مائدة يشربون الخمر لا يجوز أن تجلس معهم حتى ولو كنت لا تشرب الخمر لأن جلوسك معهم إقرار لهم على هذا المنكر والآية واضحة إذن هذا الحديث فيه مسائل منها أولاً وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والأصل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الأصل أنه فرض كفاية وليس فرض عين الأصل أنه فرض كفاية والدليل على أنه فرض كفاية قول الله عز وجل وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَمِنْهُنَا لِلْتَبْعِيضِ فهو من حيث الأصل فرض كفاية ولكن يجب عين أعني يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض عين في مسائل أربع المسألة الأولى إذا كان الإنسان مولاً من قبل السلطان إذا ولاه ولي الأمر فيكون الأمر في حقه واجباً وفريضاً المسألة الثانية إذا لم يرى المنكر أحد سواه يعني إذا كان هذا المنكر لم يره إلا أنت فيجب أن تنكر لأنك لو لم تنكر لبقي المنكر والمسألة الثالثة إذا كان لا يستطيع أحد أن يزيل المنكر إلا أنت فيجب حينئذ أن تنكر والمسألة الرابعة الإنكار القلبي هذه أربع مسائل يكون فيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يكون فرضا يكون فرض عين المسألة الأولى إذا كان مولا من قبل ولي الأمر وثانيا إذا لم يرى المنكر أحد غيره وثالثا إذا لم يستطع التغيير أحد غيره والمسألة الرابعة الإنكار القلبي المسألة الرابعة الإنكار القلبي ولكن يشترط في الإنكار إنكار المنكر في وجوب الإنكار شروط أولا أن يتحقق الإنسان أن هذا الشيء منكر أن يتحقق أنه منكر فليس كل ما تنكره قد يكون منكرا عندك لكنه جائز ومعروف عند آخرين فلابد أن تتحقق أن هذا الأمر أمر منكر فإذا لم تتحقق حينئذ لا يجوز لك الإنكار وثانيا أن لا يكون عليه ضرر فإذا خشي الضرر على نفسه فإنه حينئذ لا يجب عليه أن يأمر وأن ينهى طيب نرجع للمسألة الأولى وهي أن يتحقق أن ذلك منكر لو رأيت شخصا في نهار رمضان يأكل أو يشرب يأكل أو يشرب في السوق مثلا فماذا تصدع معه؟ يحتمل أنه مريض يحتمل أنه مسافر نقول نعم يحتمل أنه مريض ويحتمل أنه مسافر ويحتمل أنه ناسي فإذا قلت له يا أخي أنت صائم تنبهه أولا تنبه أنت صائم فإذا قال لا سيقول لك مثلا أنا مريض أنا مسافر فيجاب حتى لو كنت مريضا أو كنت مسافرا لا يجوز لك أن تجاهر بالفطر لا يجوز لك أن تجاهر بالفطر ولهذا قال ابن عقيل رحمه الله من فقاه الحنابلة قال إن كل من كان سبب فطره غير ظاهر للناس فإنه يفطر سرا كمريض لا أمارة له ومسافر لا علامة عليه كل من كان سبب فطره غير ظاهر فإنه يفطر سرا لكن لو أنك رأيت شخصا في المستشفى على سرير يأكل ويشرف فيناها الرمضان لا تنكر لأنه لم يأتي إلى هذا المكان إلا بسبب ماذا؟ بسبب المرض لكن في الشارع حتى لو قال لك أنا والله مريض بالكلة أنا مريض بالكبد نقول نعم لكن تفطر تأكل وتشرف في بيتك لا تظهر هذا أمام الناس لأنك تنتهك حرمة زمن رمضان وتنتهك مشاعر الناس فأنت يجوز لك الفطر لكن لا تجاهر وكذلك أيضا المسافر إذن نقول من شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أولا أن يتحقق أن هذا الأمر منكر فينكر والشرط الثاني أن لا يخشى على نفسه من الضرر فإن خشي على نفسه من الضرر والأذى فحينئذ يسقط عنه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الحديث الخامس والثلاثون عن أبي هريرة رضي الله عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا طيب هذا الحديث نبدأ به فقرة فقرة قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تحاسدوا لا تحاسدوا أي لا يحسد بعضكم بعضا والحسد هو تمني زوال النعمة عن الغير سواء تمنى أن تزول عن غيره لنفسه أو عن غيره لغيره أو عن غيره للا شيء كما لو رأيت شخصا أنعم الله عز وجل عليه بنعمة المال تتمنى أن هذا المال يزول منه إليك أو يزول منه إلى فلان أو يزول إلى لا شيء هذا هو تعريف الحسد عند جمهور العلماء وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن الحسد هو كراهة ما أنعم الله تعالى به من نعمة على أبد من عباده فبمجرد أن تكره نعمة أنعم الله تعالى بها على أبد من عباده هذا هو الحسد أنعم الله عز وجل عليه بنعمة العلم تكره هذه النعمة أنعم الله عز وجل عليه بنعمة المال تكره هذه النعمة فكل ما كرهته من نعم الله فإنه يعتبر من الحسد ثم والحسد خلق ذميم بل هو من أخلاق اليهود قال الله عز وجل أم يحصدون الناس على ما آتاهم الله من فضله وقال عز وجل ود كثير من أهل الكتاب لو يردوا لكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم ولأنه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب ولأن فيه اعتراضا على قضاء الله عز وجل وقدره ولأنه قد يكون سببا للعدوان الحاسد من شدة ما في قلبه من الحسد قد يجره هذا الحسد إلى أن يعتدي على هذا المحسود بضربه أو إتلاف شيء من ماله أو غير ذلك هذه الجملة الأولى إذن لا تحاسدوا أي لا يحسد بعضكم بعضا وَلَا تَنَاجَشُوا مِنَ النَّجْش وهو في اللغة بمعنى الإثارة والنجْش هو أن يزيد في السلعة من لا يريد الشراء أن يزيد في السلعة من لا يريد الشراء بمعنى أن يأتي إلى يدخل إلى السوق في المزايدة هذا يقول بخمسين وهذا يقول بستين يأتي ويقول بسبعين فيقول آخر بثمانين فيقول بتسعين وَلَا يُرِيدُ الشِّراء مُجَرَّدْ يَزِيدْ هكذا هذا النجْش مُحرَّم ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لا تناجَشوا إذن النجْش هو أن يزيد في السلعة من لا يريد الشراء ماذا يريد؟ إما أن يريد منفعة البائع لأنه صديق له البائع الصديق يقول أنا سوف أقوم بالمزايدة على هذه السلعة فكلما زاد شخص فزد حتى تكون السلعة بدلاً من تكون مئة تكون بمئتين فإذا جاء شخص وزاد هذا الرجل الزاد إذن إما أن يريد منفعة البائع أو يريد الإضرار بالمشتري يعني هناك مشتري يريد أن يضر به كلما زاد زاد معه إذا قال بعشرة قال بأحد عشر باثني عشر بثلاث عشر بعشرين بواحد عشرين بخمسة عشرين بستة عشرين يريد أن يضر به وإما أن يكون عبثاً يعني يعبث ما الحكم أيها الأخوة في النجش؟ الحكم في النجش أنه متى تبين فإن المشتري يخير بين رج السلعة وأخذ ما دفع وبين إبقاء العقد وأن يحط عنه ما زيد عليه مثال ذلك إنسان اشترى سيارة في حال المزايدة بمئة ألف وتبين وقد نقد المئة ألف أعطى البائع مئة ألف ثم تبين أن هناك نجشاً وأن السيارة لا تساوي سوى ثمانين ألفاً فنقول للمشتري أنت بالخيار إن شئت فرد السيارة واخذ المئة وإن شئت فأبقي السيارة ويحط عنك يعني ينزل عنك من القيمة العشرين ألفاً هذا هو الحكم في النجش إذن متى تبين النجش؟ فإن الإنسان في هذا الحال يخير المشتري بين أن يرد السلعة ويأخذ ما دفع وبين أن يمضي الأقد ويحط عنه ما زيد عليه قال أهل العلم رحمهم الله وكنجش قول بائع أعطيت فيها كذا وهو كاذب وكنجش يعني مثل النجش تماماً من يقول أعطيت فيها كذا وهو كاذب إن سام مثلاً صاحب دكان اشترى سلعة فجاء شخص وقال بكم هذه السلعة؟ قال والله أعطيت فيها مئة وهو كاذب ما أحد أصلاً سامها ولا طلبها فقال أعطيت فيها مئة هذا حكمه حكم النجش إذن وكناجش أو كنجش من قال أعطيت فيها كذا وهو كاذب قال لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا أي لا يبغض بعضكم بعضاً لأن الأصل في المؤمنين أن يكونوا إخوةً إنما المؤمنون إخوة فلا تباغضوا والواجب على كل مسلم أن يحب لإخوانه المسلمين ما يحب لنفسه وأنه إذا رأى من إخوانه أو من بعض إخوانه بغضاً أو جفاءاً أن يسعى في إزالة أسباب هذا البغض وهذا الجفاء حتى يكون المسلمون أمةً واحدة لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا أي لا يولي بعضكم بعضاً دبرة وهذه التولية قد تكون توليةً حسية وقد تكون توليةً معنوية التولية الحسية بأن يلقي إليه ظهره ولا يبالي به والتولية المعنوية هي أن يختلف معه في مسألة من المسائل فيوليه دبره بسبب ذلك إذن التدابر قد يكون تدابراً بالأبدان وقد يكون تدابراً بالأذهان وكلاهما داخل في النهي قال عليه الصلاة والسلام ولا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا يبيع بعضكم على بيع بعض البيع على بيع البعض أو البيع على بيع أخي المسلم له صور الصورة الأولى أن يقول لمن اشترى سلعةً بعشرة أعطيك مثلها بتسعة أو يقول لمن اشترى سلعةً بعشرة أعطيك أحسن منها بعشرة أو يقول لمن اشترى سلعةً بعشرة أعطيك مثلها بعشرة هذه ثلاث صور للبيع على بيع أخيه الصورة الأولى أن يقول لمن اشترى سلعةً بعشرة أعطيك مثلها بتسعة مثال ذلك رجل دخل إلى محل صاحب دكان واشترى منه سلعةً بعشرة ريالات خرج من الدكان فسأله صاحب الدكان المجاور بكم اشتريت هذه السلعة قال اشتريتها بعشرة قال أنا أعطيك مثلها بتسعة أرجعها وأعطيك مثلها بتسعة فرد السلعة إلى الأول ثم عاد ليشتري من هذا بتسعة نقول هذا محرم ولا يجوز هذا من البيع على بيع أخيه كذلك أيضاً أن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة أعطيك أحسن منها بعشرة مثاله دخل إلى محل لبيع الأدوات الكهربائية والأجهزة فاشترى جهازاً مثلاً بمئة ريال فقال لما خرج قال بكم اشتريت الجهاز قال بمئة ريال قال أنا أعطيك أحسن منه هذا الجهاز الصيني أنا أعطيك ياباني أو ألماني بمئة ريال أصلي وهذا التقليد نقول أيضاً هذا لا يجوز الصورة الثالثة أن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة أعطيك مثلها بعشرة هذه الصورة بعض العلماء قال إنها جائزة لأنه لم يزد لا كمية ولا كيفية لكن نقول مع ذلك أيضاً لا تجوز أولاً لعموم الحديث وثانياً لأنه قد يفسخ البيع ويعقد معه فمثلاً لو أن هذا الشخص دخل إلى الدكان واشترى سلعة بعشرة ثم خرج قلت له بكم اشتريت قال بعشرة قلت أنا بيع بعشرة وأنا ابن عمك فكونك تنفع ابن عمك خير لك من أن تنفع الأبعدين الأباعد فقد يفسخ ويعقد معي إذن عموم الحديث يشمل الصور الثلاث كذلك أيضاً مثله الشراء على شرائه لو أن شخصاً اشترى أرضاً اشترى أرضاً بمئة ألف اشترى أرضاً من شخص بمئة ألف فيأتي شخص ويقول بكم اشتريتها قال بمئة ألف فيقول أنا أشتريها بمئة وعشرين ألفاً أو قال اشتريتها بمئة وعشرة مؤجلة فيقول أنا أشتريها بمئة وعشرة حالة فكل هذه الصور من الشراء على شراء أخيه إذن البيع على بيع أخيه والشراء على شراء أخيه كلاهما من الأمور المحرمة ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ولا يبع بعضكم على بيع بعض ثم قال كل المسلم على المسلم حرام نعم تم منه وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم نعم يقول وكونوا عباد الله إخوانا كونوا عباد الله إخوانا يعني كونوا بما تقتضيه الأخوة الإيمانية وعملوا بما تستلزمه الأخوة الإيمانية من المحبة فيما بينكم نعم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره طيب المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره ولا يكذبه هذه أربعة أمور أولا لا يظلمه لا يظلمه لا في نفسه بأن يعتدي عليه أو في ماله أو في عرضه لا يظلمه ولا يخذله وذلك بأن يكون أخوك المسلم يحتاج إلى من ينصره ومع ذلك تقوم بخذلانه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أنصر أخاك ظالما أو مظلوما أيضا لا يحقره يستحقر الناس بعض الناس قد يستحقر إخوانه المسلمين المستضعفين لا يراهم شيء كأنهم خشاش الأرض كأنهم حشرات ليسوا بشيء وهذا وعيذ بالله من الكبر أيضا لا يكذبه وفي لفظ لا يكذبه وبينهما فرق فلا يكذبه يعني إذا لا يكذبه أي لا يخبره خبرا كذبا فيقول حصل كذا وهو لم يحصل ولا يكذبه أي كلما تكلم بشيء قل أنت كاذب حصل كذا وكذا قل أنت كاذب جاء فلان أنت كاذب أذاعت الأخبار كذا وكذا أنت كاذب فيكذبه نقول هذه كلها من أخلاق الذنب إذن المسلم بالنسبة لأخير المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره نعم التقوى ها هنا ويشير إلى صدري ثلاث مرات بحسب امرئ من الشيء نعم التقوى ها هنا يعني في قلبه ويشير إلى صدره ثلاث مرات ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب نعم بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم نعم بحسب امرئ من الشر يعني يكفي المسلم شرا احتقاره لإخوانه المؤمنين والمسلمين يعني احتقاره لإخوانه كاف في الشر فحسبه هذا الشر وهذا تهديد ووعيد في من يحتقر إخوانه المسلمين والواجب على كل مسلم أن يعظم إخوانه المسلمين وأن يحترمهم وليعلم الإنسان أن نظر الناس إليه كنظره إليهم هذه قاعدة يا إخوان نظر الناس إليك كنظرك إليهم إن نظرت إلى الناس بعين الإجلال والإحترام والتقدير والتبجيل نظر إليك كذلك وإن نظرت إليهم نظر ازدراء واحتقار واستصغار نظر إليك كذلك فأنت في أعين الناس كهم في عينك وكما تدين تدان كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه نعم كل المسلم على المسلم حرام يعني كل مسلم على كل مسلم حرام في هذه الأمور الثلاثة الدم والمال والعرض وقد بينها النبي صلى الله عليه وسلم وحذر منها في حجة الوداع في قوله إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا وصلى الله عن نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين